تعرضت عشر طائرات إلى تهديدات اعتبرت غير جدية مصدرها الولايات المتحدة الاثنين أحدها أفاد بوجود قنبلة في طائرة تابعة للخطوط الفرنسية إيرفرانس كانت في رحلة إلى نيويورك وواكبتها مقاتلتان أمريكيتان قبل أن تحط بسلامه وبحسب قناة NBC الأمريكية نقلا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي فأن رجلا اتصل الاثنين بالعديد من مراكز الشرطة في الولايات المتحدة مؤكدا وجود أسلحة كيميائية في عدة طائرات وقالت الشرطة الفيدرالية الأمريكية أنه من باب الاحتياط واكبت مقاتلتان أمريكيتان رحلة إيرفرانس رقم 22 باتجاه مطار كندي إثر تهديد مصدره اتصال هاتفي